موسيقى 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 السلام الله عليكم جديد الكرام مهلا بكم في نشر التقليد انطلاق فعالية النسخة الرابعة من المهرجان الدولي للمديح النبوي الشريف بمعطة مولان موسيقى موسيقى مدينة سير بابي تحتضن عمال ورشة تكوينية لصالح العمد والأمناء العامين للبلديات في ولاية قدماغ موسيقى موسيقى هلا بكم في أخبار الولايات ترأس والي العصابة مده الداهخ طير صباحا اليوم في مكتبه بمزينة كيفا اجتماعا مع بعضة من برنامج اللاغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة ويهدف هذا الاجتماع إلى التحضير والتهيئة لزيارة عمل مرتقبة سيودها وفد من برنامج اللاغذية العالمية لمناطق من ولاية العصابة ويتدخل هذا البرنامج في عدة مجالات تنموية على مستوى الولايات منها التغذية والتعليم والزراعة والبيئة جرى الاجتماع بحضور موثل برنامج الأغذية العالمية في بلادنا وعدد من معاونه بالإضافة إلى رؤساء المصالح الجهوية المعنية إلى ولاية ترارزا حيث انطلقت البارحة بمعطة مولانا فعالية النسخة الرابعة من المهرجان الدولي للمديح النبوي الشريف ويأتي تنظيم هذا المهرجان الدولي إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف قرية معطة مولانا وهي تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف عاش سكانها والطلاب المحضرة العتيقة وضيوف المدينة الذين تنادوا مدعوين من مختلف بلدان العالمين العربي والإسلامي عاشوا على وقع النسخة الرابعة من المهرجان الدولي المديح الذي أشرف على انطلاق فعاليات أولى لياليه الوالي المساعد لولاية ترارزا بحضور السلطات الإدارية والأمنية على المستوى الجهوي تشكل فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان المديح النبوي بقرية معطة مولانا منظمة أيام 22 24 من الشهر الجاري برعاية وتوجيه من صاحب الفضيلة الشيخ الحاج المشري فرصة كريمة لكافة المشاركين في هذه التظاهرة من محاضرين وفرق مديحية ستمكنهم بحول الله وقوته من استحضار شمائله صلى الله عليه وسلم والتنويه بصفاته الخلقية والخلقية وإظهار الشوق لزيارته والأماكن المقدسة المرتبطة بحياته والإشادة كذلك بغزواته والصلاة عليه تعظيماً وتقديراً كل ذلك وضيره من الواضع الهامة سيشكل محطات جوهرية في هذه التظاهر المباركة التي نتشرف اليوم بالإشراف معكم على افتتاحها باسم وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان متمنياً للقائمين على رعايتها وتعظيمها مزيداً من العون والإعانة والتوفيق من الأهداف النبيلة التي يصعى مهرجان مع طملان إلى تحقيقها من خلال إحياء هذه الذكرى المجيدة استحضار السيرة النبوية والتأمل على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وخلوقه عليه أفضل الصلاة والتسليم هذه الأذكار قود للأرواح وكطعاً عنا ظاهرنا فيها خير كثير وظاهرنا أن نبغوها لأبنائنا ونبغوها لحافتتنا واللي معتمل عنهم العلماء هذا هي طريقه يبحث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واللي يزيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ثبت أنه قال في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين هذا متفق عليه إذن كيف قلنا مناسبة تروه للجانب الحكومة شاكلينهم وشاكلين الرئيس واهتمامه كيف قلنا هذا ما مجريد في الدولة من الساعة التي خرقت عيد المولد عيد يغير قطعاً هذا الرئيس أنه اضطر اهتمام من مهلة ذلك أنه الأيام الماضية مؤتمر السيرة الدولي اللي عدلت جمع ثقافي الإسلامي حضره هو من نفسه حكومته كاملة وأعيان الدولة كاملين معه هذا قطعاً أنه موقف توافق فيه الشعب والدولة والحكومة وقطعاً وفاقهم لا سيما على صراط مستقيم وعلى شيء مفيد مبشر راجم عند الله أنه يوفقنا ونكمل هذا البرنامج ونجتهد في تحسينه عمدة بلدية برينة تحدث في كلمته الترحبية عن السياق العام لهذه التظاهرة إن هذه القرية تقوم بمجهود كبير في إطار التعريف بلادنا في المحافل الدولية من خلال نشر علم داخل المنطقة وخارجها وهو النهج الذي أسسه مؤسس هذه القرية سيدي فضلة الشيخ محمد المشري رحمه الله وصار على نهجه من بعده سيدي الحاج بالمشري حفظه الله ورعاه وهي نموذجاً باحتلابه في التعاليش بين مكونات المجتمع ووحدة صفه وتسير الأمور فيها من خلال حكامة محلية منظمة أثبتت جدارتها فقرات المهرجان تضمنت وقفات لأخذ الدروس والعبر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع إلقاء قصائد وأناشيد واصلات مدحية أبدع فيها المحبون وصفاً لخاتم الأنبياء ورسل صلى الله عليه وسلم مختار بابو الأحمد وقناة الموريتانية قرية مع طمولانا نبقى في ولاية ترارزا حيث استفاد العشرات من سكان مقاطعة تركيز من استشارات طبية وفحوصات وأدوية مجانية تتي هذه الاستشارات المقدمة من قبل طاقم طبي متطوع في إطار قافلة الصحية منظمة من طرف منسقية شباب الحضر في مدينة تركيز قافلة الحضر الطبية هي عبارة عن مبادرة اجتماعية تصنف الأولى محلياً من حيث عزد الأطباء المتطوعين والتخصصات المتاحة تعمل بإشراف من منسقية الشباب الحضر في مدينة تركيز على تقديم مختلف الخدمات الطبية لصالح المواطنين ننتبرها قافلة نوعية حيث أنها تشمل جميع التخصصات جميع التخصصات الجراحية والتخصصات الأخرى فيها تخصص جراحة وعادنا تقريباً ما يزيد على الهارة الأول ما يزيد على 40 من أختان الأطفال وفيها أيضاً عمليات بسيطة عندنا هنا بلاكوبراتو فيها أيضاً تخصص جراحة من سالكبولية فيها تخصص النساء التوليد تقم الطب تقريباً ما يربع على 30 شخص اليوم الأول شهد يقبال ملحوراً من لد المواطنين الذين توافدوا إليها باكراً من جميع أحياء المدينة بحثاً عن التشخيص الطبي والعلاج هذه القافلة كانت فيها إزراء الفحصات المجانية وتوزيع اللدوية بشكل مجاني وكانت فيها الفحصات الطبية مجانية وكانت فيها مختلف التخصصات الطبية التي محتاجت لها سكان مقاطعة وعدنا لها تعبئة وتحسيس كبيرة هذه القافلة من شاء الله زينة قافلة صحية زينة من شاء الله استفاد من جميع السكان من شاء الله فيها دوة مجانة من شاء الله ودعو الناس كامل والله الناس جاءت من كل من حادرين وصحوب من شاء الله وجاءتهم من خلق وصحة جاءتهم الناس بارك الله وبرنامج زين ويا الله يتملها يتكرر وهي مهمة بحيث الناس لماذا يتكلف على الزفر شعورة العاصمة قافلة تركيز التي تدوم يومين وفّلت طواقمها الطبية أجزة حديثة تساعد في الكشف عن بعض الأمراض التي كانت تشخيصها يتطلب سفرا من ركيز إلى العاصمة واختار بابا أحمد وقناة الموريتانية مدينة ركيز وفي الشأن الصحية بولاية ترارز دائما نظمت رابطة تنمية الكيلومتر عشر أمس قافلة طبية بالتعاون مع مجموعة الأمل تتف القافلة إلى تقريب الخدمة الصحية من سكان الحي الأحياء المجاورة له خلال فترة الخليفة تضم القافلة مجموعة من التخصصات الطبية ومختبرا متنقلا لإجراء بعض الفحوصات الضرورية إضافة إلى توزيع كميات من الأدوية بشكل مجاني على السكان المستفيدون المستفيدون ثمنوا هذه المبادرة الصحية شاكرين القائمين عليها على الجهود القيمة المقدمة خلالها دعينا إلى استمرار خلال السنوات إلى الاستمرار خلال السنوات المقبلة احتضنت مدينة السيلباب اليوم أعمال ورشة تكوينية لصالح العمد والأمناء العامين للبلديات في ولاية جيدماغة حول تسيير الميزانيات التشاركية وتعزيز القدرات الفنية والمهنية للمستفيدين من برنامج دعم التنوية الاقتصادية البحلية والمبادرات البلدية المشاركون في أعمال الورشة التكوينية أشهدوا بأهمية التكوين خاصة بالنسبة للعمد والأمن العامين للبلديات المنتخبين حديثا وفي ذات السياق للمساعد لولاية جيدماغة دعا المشاركين إلى كسب المزيد من المعارف خلال عمال هذه الورشة التكوينية يسعدنا أن أشرب معكم اليوم على انطلاق هذه الورشة التكوينية التي تندرج في إطار دعم المكونة الثانية لبرنامج دعم التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية دكليك ويخص دعم القدرات الفنية للعمد والأمناء العامون للبلديات في مجال الصفقات العمومية تحت الحد والتوثيق وإعداد الميزانية التشاركية ودعم قدرات المستسات المحلية وفي هذا الإطار فإنه يطلب من العمل والأمناء العامون استغلال هذه الورصة المتاحة من أجل تحسين قدراتهم وممارساتهم اليومية وعليه إني أحسكم على المذابرة متمنيا لكم النجاح إلى أولئة قركل حيث اختتمت البارحة في مدينة تنبود فعليت النسخة الخامسة من مهرجان نيثارة الأمسية الختامية تميزت بتقديم عروض عرفت بآلة نيثارة إضافة إلى تكريم الجهات التي ساهمت في تنظيم المهرجان بعد ثلاثة أيام من العروض الفنية الخاصة بآلة نيثارة العريقة أصل الستار على فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان نيثارة الذي تنظمه سنويا جمعية التماسك وقد ركزت هذه التلاهرة على إبراز خصوصية هذا النوع من الفن الشعبي كموروث وطني الخاص في هذه المطقة من خلال تنظيم مسابقة أمير نيثارة لهذا الموسم وتكريم العازفين لهذه الآلة التقليدية لتشجيعهم من أجل الحفاظ على هذا المورث ثقافي هذا الجمع الكريم عاش خلال طيلة أيام هذه التظاهرة تناقم لجميع الفنون من فن النيثارة إلى الأغاني التوجيهية والتأطيرية وتبادل الخبرات والاطلاع على جملة من الأعمال الفنية مثل الفولوكلور الشعبي ومثل الصناعات التقليدية خلال المعارض التي عرضت هنا أود أن تتعزز النسخ المقبلة بالكثير من الخبرة والتجارب وأن يستفيد مواطن مقاطعتنا من خلال هذه التجربة أن نكون قد تخرجنا بخلاصة مفادها الحفاظ على الوحدة الوطنية العمل البناء فقرات متنوعة تابعها الجمهور الحاضر للأمسية الختامية من خلال تقديم عروض فيلغلورية جمعت بين الأصالة والحداثة وكشفت عن جانب مهم من خصوصيات النيفارة وتاريخها العريق في منطقة تنبود لقد شكل مهرجان النيفارة في نسخته الخامسة المنظم من طرف جمعيتنا جمعية التماسك في مقاطعة تنبود حدثا هاما حيث شكل فرصة ثمينة للاستمتاء بألوان النيفارة المختلفة التي تتميز بها مقاطعتنا الحبيبة ومما لا شك فيه أن مهرجان النيفارة من خلال الحفاظ على مكانته المرموقة في ساحة المهرجانات والفعاليات الكبرى على المستوى الوطني أعطى لنفسه مهم نبيلة تتمثل في المساهمة في الحفاظ على هذا النوع من الفن الشعبي الأصيل وقد توش هذا المهرجان بتقديم دروع وشهادات تقديرية لمختلف الجهات والمؤسسات التي سهمت في استمرارية فكرة المهرجان التي تحاول الحفاظ على آلة النيفارة وتعزيز حضورها في المشد الثقافي والفني في هذه المنطقة محمد علي سالك لقناة الموريتانية مقاطعة تنبود إلى ولاة تيرزمور حيث يلعب المجتمع المدني دورا فعالا في المسيرة التعليمية بمدينة فتيرك من خلال إطلاق عمليات تنظيف واسعة للمدارس تمكن من تهيئتها قبل افتتاح العام الجراسي الجديد بوتيرة متسارعة يواصل المتطوعون من جمعية ترقية الشباب في مدينة فتيرك الإسهام في تأهيل المؤسسات التعليمية من خلال تنظيف الفصول لتكون جاهزة مطلع العام الدراسي من اليوم مطلقيني الحاملة تستهدف المدارس كاملة في المقاطعة في تديرك والتواجيل نسبق السبورات ونظه المدارس وهذا في نطاقة مشاركة الجمعية نجاح المدرسة الجمهورية طر المجتمع المدني دور تعاوي ودور خدمي معناها يا الله يوعي ويأطر اهمية المدرسة الجمهورية لك أساسا وكذلك يقوم بعمليات النظافة والخدمات الاجتماعية كامل للمجتمع المدني اللي يقوم به إلى جانب عمليات التظيف يقوم منتسبوء الجمعية بعمل مهم آخر يتمثل بطلاء السبورات وإصلاحها كنت نسبق السبورات ونعدل ياسم الخدمة اللي رأيت كيف يجب تبال وكيف يبذى هذا الشيء نطوع به كل سنة نعدلوه نطوعين بها ندعمين بها برنامج بخامة رئيسة الجمهورية اللي حس على مدرسة الجمهورية تدخلات المجتمع المدني الداعمة للمسيرة التربوية بمدينة فديرك ستمكن من الرفع من جهازية المرافق التعليمية وإنجاح افتتاح العام الدراسي القادم تهلي الصادق قناة الموريتانية مدينة فديرك تعتبر بحيرة تامورتنعاج بولاية تقانت من بين المناطق ذات الانتاج الزراعي المعتبر في البلاد وذلك لكونها تتوفر على مقدرات زراعية واعدة على بعد أكثر من مئة كيلومتر من عاصمة الولاية تقع بلدية تامورتنعاج المعروفة بجمال موقعها الجغرافية الذي يمزج بين الكثبان الرملية والهضاب الجبلية مشكلا لوحة طبيعية جميلة تعد هذه البلدية من أكبر البلديات في تقانت إذ يناهز السكانها أكثر من 30 ألف نسمة حسب آخر يحصى وتعد الزراعة المطرية إحدى أهم ركيس الاقتصاد المحلي للمدينة وذلك لكونها تطل على بحيرة تامورتنعاج التي تمتد على طول 80 كيلومترا وتشكل خزانا استراتيجيا لإنتاج الحبوب التقليدية في البلد ما حدا بالجهات المعنية إلى تصنيفها رابع منطقة رضبة في البلاد نعتبر أن البلدية تامورتنعاج لأنها من أكثر بلديات البلد محليات اقتصادية وهذا هو اللي عدد لها خلاف مليات البلديات اللي هاجرت عنهم الناس ونعتبرها التستقطاب قطب تنمية وحيث ألنها فيها لارك الشيزيد اللي هذاء هنا في ساكنة طبعا هي أكبر بلدية في تقانب أرقاء أكبر من مياس البلديات المستوى التراب الوطني فألن ألن هذا يترتب عليه تزايد السكان وتعددوا بحاجياتهم يطلب إلننا نعودونا نلودو للسبل وطرق النمو بها البلدية ما هي بطرق تغليدية كيف زراعة الرأي كيف تربية المواشي بطريقة عصرية وهذا موحول في هذا المنو يغير بعد نعتبره في الأساس لأن مشروع تامورت أغلب الله نعلنه بداية في أسبوع الله هنا إن شاء الله تبدأ لمساة الأخيرة لبدايته يدعو الله يغطي متنفس كبير إلى جانب الحبوب التقليدية تزرع بتامورت العاج أصناف أخرى كالقمح والخضر وعد بكميات يتوقع المزارعون المحليون أن تكون كبيرة هذا العام نتيجة للأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة تامورت العاج هذه منطقة زراعية ما شاء الله بلد الحريثة لا تامورت العاج بلدات الخراقاء ما نقولون في الحريثة وذلنا جبروا منها ما يوفوا حد مننا حريث مد يجبر ستمية ستمية مد لين يحريث مد يجبر ستمية مد سياني الواعي زراعة فيها كامل ما جمح ما دريقان ما الزراع فندي على مستوى هذه البحيرة وذلك لأنها تعد واحدة من أهم مناطق الانتاج الزراعي على المستوى الوطني الحسن دبابة الموريتانية بحيرة تامورت العاج يمتاز هو موسم الخريف في ولاية العصابة بوفرة الإغطاء النباتي وبانعكاسته التنموية والسياحية كما يمتاز هذا الموسم أيضا بالتوافد الكثيف للسكان على مناطق الجذب السياحي بهذه الولاية عينما يمم المرء ناظريه في هذه الربوع وجد ما يغذي نفسه طلاوة وجمالا فللمنطقة خصوصيتها في الخريف خاصة إذا ما كانت حديثة عهد بالمطر بينما يباهي السفح الجبل تختال هذه الجداول منسابة على مهل عازفة إحدى أعذب سنفونيات الطبيعة نافية قذادرن وشحوب صيف ولا بعدما تصرنت أيامه موذنة بحلول موسم تجمع لحظات أنسه ومسراته الأهل والأحبة ويلتأم على موائده ذو الود والأصدقاء فتوصل الأرحام وتنتشي الأواصر الاجتماعية وتتغذى مشبولة بظرف الزمان وظرف المكان من ساعتين تبدو موسم الخريف الذي هذا النهار الحمد لله يتكرر هنا عدت عشرات المرات بالمناسبة هذه المناسبة أنا بالنسبة لنحثها إلى المواطن الموريتاني كامل حيث كان أعلن بالنسبة للمناطق الأصرية وبلد الواقيج وبلد الناس الطبيعي اللي خلقت فيه هذه الفترة اللي تنجبر فيه من الراحة وذي المناظر اللي تنجبر فيه هذه ما تعوض فعلا فيها السلطة الرحيم وفيها تذكر المناطق اللي ترعرع فيها رقاش يشبر فيها راحة ويشبر فيها نسيم ما هو لن ينجبر في بلاس أخرى وظاهر إلى أن حد منه الموريتاني يجبر هذه الفترة وغير ووالله بدل بلاس أخرى بدل مناطق الأصلية بلاس أخرى يعتبر فرط ويعتبر اللاوطن إن شاء الله منظرنا تبقى الله زين كيف ذلك المنظر اللي شيفتر إلينا اللي جينا نهار زين كيف تحادل نقبلوحنا صورتيات تقبل جماعة كلها يقباطيات ويقسم بلايدا من ذي المنطقة زينة بطحة زينة مسقولة واخذوا هلمة وضلوا فيها اللي ينزل كارت ينزلها والي ينزل السيق ينزلوا والي ينزل الكرور ينزلهم وهذا يتمو فيه الحمد لله رب العالمين إلي إلينا الحمد لله رب العالمين طواء الخريف لذي المناسبة نحن مدنة بارك الله مدنزين وعاطر سياحة الخريف إلى جانب ما يضفيه من لبوس سياحي على المنطقة يحقق كذلك خريف العصابة بعدا تنمويا يتجلى في غنى المراعي ومناطق الانتجاع مما يزيح عن كاهل المنمين عبء مؤونة مئات آلاف الرؤوس من الثروة الحيوانية التي تزخر بها مختلف مناطق الولاية باعتبارها من أهم الولايات الرعوية في الوطن حيث تمثل هذه الثروة عماد اقتصاد السكان المحليين محققة بذلك رقما اقتصاديا معتبرا الحيوان كيفما تعرف أنه في الصيف يعود حالته صعيبة جدا به الحش وتنزق فيه ياسر من الموال نتيجة صعوبة الحش وتكاليف يقير ماشاء الله هنين يجيما للخريفة يعودوا كامل يشوفوا الخريف ماشاء الله زينون ماشاء الله خريفة قيل عنها فتبارك الله حتى الآن تجاوزت مجاميع التساقطات المطرية هذا العام حسب مقاييس مصالح الأرصاد الجوية حاجز الأربعمائة مليمتر في مدينة كيفا وضواحيها فيما ناهزت عتبة الخمسمائة مليمتر في بعض مناطق ولاية العصابة عبدالله صوفي قناة الموريتانية مدينة كيفا في ولاية الحوض الغربي يشكل الخريف بمقاطعة الطويل فرصة للسكان والوافدين للتمتع بجمال الطبيعة في هذه المقاطعة الحدودية تميز السكان هذه المنطقة بالعديد من العادات والتقاليد المرتبطة بفصل الخريف مقاطعة طويل في فصل الخريف وقد تحلت بذوب الخضرة الجميل وامتلأت الأودية ماءا واغنت الطيور وفرح الرعات بقدر ما استمتعت قطعانهم بما جاد به عليهم فصل الخريف من خير عم الجميع ووجد فيه أهل الريف طعما لا يدرك كنهه إلا هم حين يكون العام ممطرع والسماء لا تزال في أوش العطاء نحن هنا نجي موسم الخريف سابق الخريف من أحد نقص الحريثة نعذر فيها حالة الزراعة نفسنا نقولوا الحريثة نقولوا الحريثة نين تقولوا الحريثة ونقصوا نلوحو الزراع ونلوحو قرته ونجروا وادلقان ونجروا مكا الحمد لله ونقصوا موالي الحيوان ونقصوا موالي البادية نعذر البادية زينا في شرق بورخيام إن شاء الله يأخذوا في البادية ويبتنعوا تموا الباقرات ويروحوا في عصرهم ولأجولوا فتاة بارك الله واللبنين أحلبوا وناسات تتعمل تستيرك الليل البن في الخريف مساء جيد الخريف يستيركوا الليل البن استعمال قبال اللحمة البيضة قاعة مثلا نستيركوا محنقا عيلة وقد مدى وقد في الخلوة تعدل الشاويات والله موالي عند البن هتتعدل به موالي كيف نعذروا هلين عذروا أمام هذه اللوحة الفريدة في مقاطعة الطويل والممتعة لعشاق البادية رأى بعض سكان المدينة أن يقيم هذا المنتزه الذي يقدم بعض الخدمات لعشاق الخريف مرتدين هذا المنتجع وقد مفتوحون في فترة كاملة غير فترة تخريف إن شاء الله تجيه الناس وعدلوا فيه صورتيات وحد عنده ما قيل يبقى يعدلوا فيه والله مناسب قد يجي عدلهون ما بعد ما شاء الله إن شاء الله خدماته زينا فتبارك الله مفر لك الكامل الماء والمراجن وحاجياتك كاملة قد يجي ما لك رافد معكش وتوف ويجي معك الله شاتك ذكرة يرى الزوار أنها تمكن من التمتع في جو البادية والبساطة مع ما يميزها من دعم للسياحة الداخلية هذا المنتجع نحن نجبر فيه راحتنا المخداد نجبر فيه الناس كامل جائد الراحة والاستجمع ومتوفران فيه آسل من الخدمات لنحن والناس اللي قادم من الطويد اللي ما تعرفوا تجبرون آسل من الخدمات ولا يقل هشم ما شاء الله كميات الأمطار المسجلة في مقاطعة الطويل هذا العام جعلت من خريفها لوحة فريدة تعكس جمال الداخل الموريتاني خصوصا في موسم البشر والعطاء والنماء لقناة الموريتانية محمد البلال من مقاطعة الطويل من الحوض الغربي إلى الحوض الشرقي حيث يحتفي سكان ودنة النعمة بذكرى المولد النبوي الشريف على طريقتهم الخاصة من خلال تنظيم سهرة المديحية يتوافد إليها السكان من كل أنحاء المدينة على هذه الأنغام والأهازيج المديحية تتواصل هذه الرقصات طول الليل ويلتقي سكان النعمة ليلة مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم تعظيما وتشريفا ومحبة وتعلقا بخاتم الرسل عليه أفضل صلاتي وأزكى السلام هذه العادة أبنا عليها منذ تأسيس مدينة النعمة ما يزعى 200 سنة نعذروا وليت الخلاقة خلاقة النبي عزيز السلام وليت الحسم وش نقول نحن نطبل المولود نقال القلم بي عند نحن هذه التسمية هي اللي أتميزها عن بعض الاحتفالات الأخرى طبعا بين الخلاقة والدسم عادة في ذلك الأيام والليالي السبعة عزم ليالي مهديحية تبرز خلالها الشمائي المصطفى عليه الصلاة والسلام ومكانته الكبيرة وطبعا هذه العادة الطبل بدون أي مهزمار ويقصفه خاصة للرجال العليات عادة ويقصفهون بصور رجال صغارا وكبارا احتفاء بمولد خير البشرية وهي نوع من احتفال ذكيف بالإضافة كما قلنا على المدح اللي وعدل في اللي الأخرى لأن هذا الليلتين في كل سنة اليوم الليلة الخلاقة ليلة ليلة ظنعش وليلة الليلة نعدل هذه العادة كانت سابقا تعدل على القمر ليلة ظنعش وليلة الخلاق يعود القمر ظاهر وليلة تحرى نيف يطلع القمر في الواقع حالا غير نظر نتقدم للزمة ونظر الإكرهات اللي خلقت نعدله على الأضواء اللي تخلق وجه الناس من مختلف أحياء المدينة وتسهر هون الحمد لله وتواكب هذه بالتصفيق والزغاريط وعلى خطل مهات تواصل نساء مدينة النعمة قاليد الاحتفال حيث تعلمنا ضرب الدشوف بنفس الطريقة حتى اليوم هذه الليلة العظيمة عندنا ليلة الرسول ليلة عظيمة عندنا نعدلها ليلة خلاقة الرسول Εلصل والسلام وليلت سم الرسول نعدل هات تموا كل ناقام المثال أننا صوتهم وكانوا لمصر ويقوموا في المسيد يأخذوا المسيد كان يخلق في المدح من المسيد ولمسيد يمhdحوا من صلاة العصر يمدحوا هين يصلوا العشو همuer ونين يخبطوه. ونين يتحدث الرجالين ولي يبعو دعم يجحل العليات. يرقصوا عولي اللي جرقصوا التركى الشباب السياسة السقيرين. يرقصوا يعد لهم الكامل كل هل يبت ضرعته. وكلها تفاخر عندنا. ليلة العظيمة عندنا. متفاخرين بيها. يفرر هذه الليلة العظيمة عندنا ونحصروا هون اتيها. كان عند البسجد أولا. ومن فمعات الناس عمديت وارك الله حجر أوسع من كان وعاتوا وخللها اللي بضحة. تعظيماً للمصطفى صلى الله عليه وسلم واحتفاءاً بذكرى مولده الشريف يتوافد سكان النعمة وبعض المناطق المساورة لها على هذه الاحتفالية السنوية التي تنظم في هذه الأيام المباركة من كل عام إلى ولاية يدرار حيث توفر ماكن الترفيه والتسلية بمدينة أطار فسحة لتنزه الاستجمام خاصة أيام المناسبة والحطل ويقبل الأطفال على هذه الفضاءات في ظل ما تطفيه من أجواء عائلية تمنح ماكن الترفيه والتسلية بمدينة أطار فرصاً للتنزه والاستمتاع خاصة أيام المناسبات الدينية وتوفر منتزهات الأطفال فضاءاً للدعب والاستمتاع رفقة الأهل والأقارب لحظات حميمية تكثر روتين الحياة اليومية وضوضاء المدينة ويؤكد لأطفال أهمية هذه الماكن التي تمثل فضاءاً رحباً للعائلة بعيداً عن جدران المنازل وجاي يلي من الفارق معيها الطويفلات مشاء الله في المسابقات وفي تركيا يلعبوا ومشاء الله يوم العيد كان يوم زين وخاصة نقعد النولي مرقبي ما شاء الله تبارك الرحمن جاينا هون بأطفال لندرهم يلتاوا ويلعبوا حنا جاينا هون المتزه المتزهدات اللي هون مشاء الله جاء هون الأطفال والناس ومشاء الله جاءت الناس هون بكثرة جاي هون مع التركيا تركت أخويا وخوتي جاي بمناسبة العيد بهذا البرك هذا من شاء الله بارك زين حتى سليك تركها بعد من ياسر من ديف عشرة المارسة وذلك الشيء تبارك الله جزاهم الله وخار ويتحدث المشرفون على هذه المنتزهات عن ضلورتها نظراً لما تضفيه من جو على الحياة العائلية وفي نفس السياق يتوجه بعض الأطفال إلى ملتقى وسط مدينة أطار بعد الأجواء الماطلة التي عرفتها المدينة طلباً لتنزه والراحة الفاغة وديش شيباني قناة الموريتانية مدينة أطار ختم أخبار الولايات تذكيراً بالعنوين انطلاق فعالية النسخة الرابعة من المهرجان الدولي للمديح النبوي الشريف بمعطة مولانا مدينة سيلباب تحتضن عمال ورشة تكوينية لصالح العمد والأمناء العامين للبلديات في ولاية جنماغة شكراً لكم على طبيب المتابعة وفي أمان الله اشتركوا في القناة